مشاهدينا الساعة دلوقتي تسعى بتوقيت القاهرة معدنا مع موجز الأهم الأنباء مع هالة تفضل يا هالة شكراً منا التاسع صباحاً بتوقيت القاهرة السادسة بتوقيت جرينيتش موجز الأخبار من التلفزيون المصري أهلاً بكم هنأ رئيس عبدالفتاح السيسي أبطال مصر في أولمبياد باريس 2024 وعبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك توجه الرئيس السيسي بالتهنئة لأحمد الجندي الحائز على الميدالية الذهبية في لعبة الخماس الحديث وسار سمير الحائز على الميدالية الفضية في لعبة رفع الأفقال ومحمد السيد الحائز على الميدالية البرونزية في لعبة سلاح السيف مؤكداً أنهم رفعوا اسم مصر عالياً وأضاف الرئيس السيسي أن هذا الإنجاز الجديد يضاف لإنجازات هذا الجيل ويؤكد على العزيمة والإصرار وقوة إرادة شباب مصر والتي تعد مصدر فخر للوطن الغالي قالت كامالا هاريس مرشحة الحزب الديموقراطي لانتخابات الرئاسة الأمريكية إن من مسؤوليات إسرائيل تجنب وقوع قتلى في صفوف المدنيين الفلسطينيين وخلال جولتها للترويج لحملتها الانتخابية طالبت نائبة الرئيس الأمريكي من فينيكس عاصمة ولاية أريزونا بالتوصل إلى اتفاق الوقف إطلاق النار في غزة وتبادل المحتجزين تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي قصف عدة مناطق في قطاع غزة لليوم العاشر بعد الثلاثمائة فقد اقتحمت قوات الاحتلال فجر اليوم قرية النبي صالح شمال غربي رامالله كما دهمت قوة من جيش الاحتلال عدة أحياء في القرية دون أن يبلغ عن اعتقالات هذا وقد أفادت وسائل إعلام فلسطينية بإصابة فلسطيني بالرصاص الحي صباح اليوم خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في مخيم العين غرب مدينة نابلس وفي الضفة الغربية أعادت قوات الاحتلال اقتحم بلدة عزون شرق قلقيلية وداهمت منزلا في منطقة خلة الدربة بالمدينة كما اقتحمت قرية مدما في نابلس بالضفة الغربية وأفادت وسائل إعلام فلسطينية بوقوع مواجهات بين فلسطينيين ومستوطنين قرب بلدة عزون شرق قلقيلية حيث قام الاحتلال بغلق مداخل البلدة هذا وأعلن حزب الله اللبناني مهاجمة ثمانية أهداف إسرائيلية قبالت الحدود اللبنانية وقال حزب الله إنه شن هجوما بأسراب من المسيرات على قاعدة عسكرية في شمال إسرائيل هذا وقد دوت صفارات الإنذار في مدينة الصفض وفي أكثر من عشرين موقعا بالقليل الأعلى أقر الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلانسكي لأول مرة بشان القوات الأوكرانية عملية في منطقة كورسك الروسية وقال زيلانسكي في خطابه المسائي إنه ناقش العملية مع قائد الجيش الأوكراني مشيرا إلى أن هذا يتزامن مع معارك تخوضها قوات بلاده على الجبهة الشرقية وأكد زيلانسكي أن أوكرانيا تثبت قدرتها على ممارسة الضغط اللازمي على روسيا انتهى موجز التاسعة وعودة لاستكمال باقي فقرات برنامج صباح الخير يا مصر بعد الفاصل موسيقى